في البداية خلينا أقول أن هذه النبوات هي نبوات محددة نبوات مهدفة نبوات مش مجرد تكهن أو تخمين مش مجرد محاولات عبث إن شاء الله أو لربما سيحدث لا بتتكلم عن أشياء يعني محددة مهدفة جدا وهذه النبوات لم تضاف في وقت لاحق والدليل الأكبر طبعا مخطوطات قمران اللي اكتشفت سنة 1947 بواسطة راعي للغنم عند بحر الميت في منطقة قمران وهناك طبعا كان بيلحق أحد العنزات ورمى حجارة وسمع تكسر الأجرار ومن هنا ابتدأت الحفريات والاكتشافات في معظم مخطوطات العهد القديم وأهم مخطوطة اللي هي موجودة في المتحف في القدس أورشاليم مخطوطة الشعياء النبي من حوالي 150 ل200 قبل الميلاد وهي بالضبط بتتكلم عن نفس النصوص أو النص الكتابي الموجود بين إدينا وهذا ندل على شيء بدل إنه الله ساهر على كلمته ليجريها اشتركوا في القناة